تواصل أسعار المواد الغذائية الارتفاع دون حسيب أو رقيب في ظل تدهور حاد لقيمة العملة الوطنية وغياب دور الحكومة في الحد من هذه التطورات الخطيرة التي تنظر بتداعيات كارثية العملة التي كسر ظهر المواطن المسكين نحن نلاحظ الآن هنا في محافظة المهرة كافة أصرافات قامت بتسكير أصرافات وذلك بسبب ارتفاع هذه العملة إلى أين نحن من هنا من محافظة المهرة نشد على آياد الحكومة ومثرتان بفخامة الرئيس النظر والالتفاف لمثل هذه المشكلة طبعا هي مشكلة بحد ذاتها ارتفاع الأسعار إلى أين لا يدينا أي كلام على أن نتحدث إلى هنا ويكفي نحن هنا في محافظة المهرة الكثير من يعاني هناك ناس دخيل المحدود للدخل فيجب النظر إلى هذه الموضوع والتفاف إلى الحكومة والنظر إلى هؤلاء المساكين باتت أسعار الصلاع الأساسية تقفز بشكل يومي في سباق جائر ينهك المواطن الذي بات يعاني الأمرين في سبيل توفير لقمة العيش وأسد رمق جوع أسرته وأطفاله وأصد مؤشرات على توسع رقعة الفقر وتهديد بمجاعة حقيقية وهي محافظة بكر تعتبر وهذه المحافظة تنتظر الكثير من الدولة لغيام بمهامها من أجل أن عاش المواطن على مستوى الاقتصادي وكل المستويات المعيشة صعبة لأن البلاد بشكل عام تمر بظروف راهنة الحرب وهذه المحافظة ضمن محافظات الجمهورية تعاني من ارتفاع الأسعار وأيضا تدهور في العمرة وارتفاع الصرف وارتبعت الأسعار والرواتب كما هي متبقية لم يرتبع رواتب الموظفين وحتى وإن ارتبعت الرواتب أيضا نقد أن الأسعار في ارتفاع مستوى تلزم حكومة الشرعية صمتا قاتلا أمام صرخات المواطنين من سعير الأسعار التي تهدد بالفتك بهم وأسرهم شريحة كبيرة من المواطنين في محافظة المهرة لم تعد تملك من الحلم سوى توفير أدنى المتطلبات الضرورية